خصائص الغزل الحضري في العصر الأموي والعصر العباسي تمهيد الغزل فن من فنون الشعر عند العربي يتغنى بمحاسن المرأة ويقسم النقاد الغزل إلى نوعين الغزل البدوي هو الذي نشأ قائلوه في بيئة بدوية أثرت في خصائصه الغزل الحضري هو الذي نشأ في الحواضر وتأثر بالقيم الأخلاقية والاجتماعية التي سادت فيها أولاً الخصائص العامة في الغزل الحضري من حيث المضمون يتسم الغزل الحضري بخصائص تتصل بمضمون تجربة الحب منها تتسم تجربة الحب بالتجدد والتعدد الحب ليس تجربة قاسية وحزينة الحب مقترن بمعاني الإعجاب بالنفس والفخر بها تتسم تجربة الحب بأنها سطحية وليست عميقة الحضرية تجربة تستند إلى مظاهر التحضر من حيث وصف المحاسن ومظاهر العيش في المجتمع الحضري يتغنى بمفاتن المرأة ووصفها وصفاً حسياً أما من حيث الشكل فيتمثل فيه واحد هيكل القصيدة أغلب قصائد الغزل الحضري تقوم على هذا الهيكل العام البداية وصف المحاسن الحكاية أو الموقف أو الشكوى اثنان الأسلوب يتميز أسلوب الشعر الغزل الحضري بالطابع القصصي ثلاثة التعبير تتميز لغة شعراء الغزل الحضري بتطويع اللغة للحياة اليومية التطويع للغناء الاقتراب من النثر